لم تكن مجريات المعارك على تخوم طرابوس كما وعد بها المهاجمون ولا كما تحدث عنها المدافعون ولم تكفي الثمان واربعون ساعة التي حددها الطرفان للحزم لإنهاء مرحلة أولى من النزاع على الأقل فالمعارك محتدمة ومتواصلة جنوب وغرب العاصمة ولا يبدو أن عنصر المبادرة التي تمتعت به قوات حفتر في البدء فعالا في الوقت الراهن تعالت أصوات المعارك في ضحية الإسوان الجنوبية في طرابلس بالتزامن مع قصف شن على مطار معتيقة بعد تكثيف سلاح الطيران التابع لحفتر قصفه على عدة مواقع خصوصا في تاجراء شرقي طرابلس بغارة استهدفت أكاديمية عسكرية ثم تبعها بأخرى على ثكنة مهجورة جنوب مدينة زوارة قرب الحدود التونسية ضريبة الإنسانية كانت باهضة على المدنيين فنزح قرابة الثمانية آلاف مدني جراء المعارك بحسب الأمم المتحدة علاوة على مخاوف عبرت عنها منظمة الصحة العالمية من تفشي الأمراض المعدية في ليبيا بسبب شح المياه وسوء شبكات الصرف الصحي ممثل المنظمة سيد جعفر حسين قال إن أكثر من خمسة وسبعين شخصا لقوا حتفهم وصيب ثلاثمائة وثلاث وعشرون آخرون خلال الأسبوع الأول من المعارك مشددا على أن إمدادات المنظمة للمستشفيات لا تكفي إلا لأسبوعين فقط في هذه المرحلة التي وصفها بالخطيرة خطورة الأزمة الليبية لا تنترج بكونها نزاعا داخليا فحسب بل كبرت دائرة الصراع إلى الجهة المقابلة من المتوسط باتهام إيطاليا لفرنسا بدعم قوات حفتر بناء على مصالحها الاقتصادية تباين المواقف بدى جليا في البرلمان الأوروبي الذي كشف رئيسه أنطونيو تاياني عن انقسام واضح بين فرنسا وإيطاليا بخصوص الأزمة الليبية بسبب مصالحهم المتضاربة فباريس تمتلك أصولا نفطية كبيرة في شرق ليبيا تجريها شركة توتال بينما تنتشر قوات لروما في مدينة مصراتة الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق فرنسا نفت دعم أي طرف ليبي ضد آخر أو حتى عرقلة إصدار بيان للاتحاد الأوروبي يدين فيه التصعيد العسكري الذي تقوده قوات الجيش الليبي ويدعو حفتر لوقف هجومه على طرابلس التي تواجه مصيرا مجهولا باعتبار المعركة تمثل للطرفين معركة كسر عظم تتيح للمنتصر السيطرة على البلاد